اشتركوا في القناة واطلاق أهلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية واستعراض الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة في مملكة البحرين في شأن تطوير منظومة القضاء الجنائي كما جرى استعراض جهود النيابة العامة نحو تعزيز التخصص القضائي عبر إنشاء عدد من النيابات والوحدات والمكاتب المتخصصة للتحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية ومنها نيابة الاتجار بالأشخاص لتكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في هذه القضايا وفي ختام اللقاء أثنى الوفد على الجهود الحثيثة التي تبدلها النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة مؤكدا أهمية الزيارة في دعم التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان بما يدعم تحقيق مقاصد العدالة الجنائية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة